السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي التلاميذ ندرسنا اليوم من دروس قراءتي للصف الثاني الابتدائي لمدرسة اشتار الابتدائية الاهلية اهلا وسهلا بكم حبايبي التلاميذ درسنا السابق حلينا تدريبات من درس الكلب والقطة يتسابقان طبعا احنا اتكلمنا عن درسنا واخذ فضنبذة بسيطة طبعا كان سباق بين الكلب والقطته الكلب للشمس والقطة لاخيها سامر واللي فاز بالسباق هو الكلب والقطة هي اللي خسرت حبايبي التلاميذ حلينا التدريب الاول والتدريب الثاني من الصفحة 99 وحلينا التدريب الثالث صفحة 100 وهو كان درسنا السابق لحل التدريبات هاليوم يا حبايبي حينكمل حل التدريبات اللي عندنا تدريب الرابع حنقرأ وانحل اربط بخطة جوابه بالسؤال المناسب له النقطة الاولى ماذا عند الساميرين؟ عند الساميرين قطة عندنا النقطة الثانية من الذي فازه؟ الكلب أم القطة؟ الكلب هو الذي فازه عندنا النقطة الثالثة من التي خسرت؟ القطة هي التي خسرت عندنا النقطة الرابعة هل فاز الكلب؟ طبعا هو الكلب اللي فاز عندنا النقطة الخامسة هل فازت القطة؟ لا القطة ما فازت حبايبي التلاميذ احنحل التدريب الرابع بدفتر القراءة شوفوا حبايبي اريدكم تكتبونه بهالشكل وبهالترتيب شون اتوا حلوين اريدكم هالشكل يتكتبوه عندنا التدريب الرابع صفحة 100 اربط بخطة جوابه بالسؤال المناسب له عندنا النقطة الأولى ماذا عنده ساميرين؟ عنده ساميرين قطتون نسحب خط عنده ساميرين قطتون عندنا النقطة الثانية من الذي فازه؟ طبعا الكلب هو الذي فازه من الذي فازه؟ الكلب هو الذي فازه عندنا النقطة الثالثة من التي خسرت؟ من التي خسرت؟ القطة هي التي خسرت عندنا النقطة الرابعة هل فاز الكلب؟ نعم نعم الكلب هو الذي فازه؟ هل فازت القطة؟ لا قطة ما فازت شوفها حلوة لشكل حبايبي التلاميذ هس هنا عندنا التدريب الخامس التدريب الخامس الصفحة 101 اقرأ واكتب في دفتره الولد يلعب مع القطة القطة شو نقول على الولد؟ هو هو للمفرد المذكر هو هو يلعب البنت تلعب مع الكلب شنشي للبنية؟ هي 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 تلعب هي للمفرد المؤنسس هي تلعب عندنا الولد والبنت يلعباني الولد والبنت يلعباني هنا عندنا للمسنة للمسنة يعني للاثنان مسنة نشير لهم هما هما يلعباني عندنا الأولاد يلعبوني يعني مجموعة أكثر من ثلاثة هم يلعبون هم يلعبون حباب التلاميذ هس هنانا نكتبه بدفتر القراءة التدريب الخامس صفحة 101 تكتبوه بدفتر القراءة على هالشكل وهالترتيب يا حلوين انه تدريب الخامس صفحة 101 اقرأ واكتب في دفتره الولد يلعب مع القطتي مع القطتي للولد نقول عليه هو هو يلعب للمفرد المذكر عندنا البنت البنت تلعب مع الكلب شو نقول على البنية هي للمفرد المؤنثة هي تلعب عندنا الولد والبنت يلعباني يعني للمسنة اثنان يعني للمسنة هما نشير الهم هما هما يلعباني عندنا الأولاد يلعبونه الأولاد يلعبونه يعني مجموعة أكثر من ثلاث نشير الهم هم يلعبون هم يلعبون حبايب التلاميذ عندنا هنا تدريب رقم ستة إملاء منظور الإملاء منظور هو نقرأ الكلمات عدة مرات مع الحركات نتدرب على قراءة الكلمات عدة مرات مع الحركات يعني كان كان سامير يدرب قيطته ما سنجيب؟ سنجيب دفتر مسودة قرأنا عدة مرات كان سامير يدرب قيطته كان سامير يدرب قيطته كان سامير يدرب قيطته لكن القيطة كسولة ندرب عدة مرات نقراها لكن مع الحركات لكن القيطة كسولة عدة مرات نقراها هي والحركات وهم يعني بدفتر المسودة بدون ما نشوف بدون ما نشوفها نكتبها وراها نرجع للسطر اللي بعده لا تركضوا ورا الكورتي عدة مرات نقراها هم نكتبها وين؟ بدفتر المسودة نعم بدفتر المسودة طبعا ما يصر نشوفها نحن قريناها وفي الحركات نكتبها إلا إذا رما لها إلا إذا رما لها قطعته لحن كتبناها هنا بدفتر المسودة حنشوفها أخطأنا وين؟ أكيد عندنا أخطأ من خلال أخطأنا أحنتعلم أحنتعلم نعيد الكلمات اللي خطأنا بيها نكتبها الهدف حضايبي الهدف من الإملاء المنظور هو كل تلميذ يصحح خطأه كل تلميذ يصحح خطأه كل تلميذ يصحح خطأه حبايبي الحلوين بعد ما انتهينا من الإملاء المنظور كتبناه بالطريقة الصحيحة وما عندنا أي أخطأ لأن قرأنا عدة مرات وكتبناه بدفتر المسودة حفظنا قسنا كتبه بدفتر القراءة على هالشكل وهالترتيب يا حلوين